موسيقى صباح النور صباح السعادة صباح الخير عليكم سلام عليكم شكرا على التعليق شكرا على الدعم اليوم كيفما كتشوفوا جبت لكم هاد المينيكيك بريستيج تيجي وراقي لا في الشكل ولا المنظر ولا حتى المضاق ديالهم كيجي رائع المقادير ديالهم بسيطة ومتواجدة في كل بيت كيفما موعدكم دائما السهل والمتميز خليكم معايا باش تشوفوا المقادير ديالهم والطريقة ديال التحضير اول حاجة غدي نجيب واحد الاناء وغدي نوضع فيه رأس معلقة صغيرة وربسة يعني ديال الملح رأس معلقة انتما غدي تدوروا رأس معلقة صغيرة ديال الملح غدي نضير ثلاثة ديال البيضات بحرارة المطبخ بخفوات يكون عندنا البيض في التلاجة وكنجيو تالاخر لحظة باش نصوبوا الكيك ديالنا او اي حلوة فملا احسن كبو عليه المسخونه وهو تيرجعتكم حرارة المطبخ هذي فكرة يعني اللي بغي كان مزلوه بغي يجبط البيض ويصوبوا سوق بلاس هنا هيا غدي نجيب الخلاط اليداوي وغدي نحاول نمزج هذه البيضات مع بعدياتهم احتكين دامجوا لنا بغيتوا تصوبوهم بطراب الكهربائي كان افضل بغيتوا تصوبوهم غير بيدكم لان احنا ما محتاجين شرجعوا الخليط ديالنا ابيض يعني مجرد ان احنا البيض نساجم مع بعدياتهم هنا غدي نضيف كأس إلا ربع من السكر كأس إلا ربع من السكر لاحظوا انا عندي كأس من الماء يعني كأس الماء ماشي كأس الشاي غدي نضيف كذلك معلقة كبيرة من الفاني انتم ما تقدروا تستعملوا السكر فاني انا استعمل السائل الفاني سائل ودائما نخلط العناصير مع بعدياتها هنا غدي نضيف كأس إلا ربع من الزيت وكنضيف بالتدريج الزيت في مرة واحدة كنحاول نضيف غير بشوية بشوية حتى ينساجم ذاك البيض مع الخليط ذاك الزيت مع الخليط ذاك الزيت خلط خليط 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 نضيف نضيف من الحليب نضيف الحليب بالتدريج نضيف الحليب بالتدريج لن نكسر الخليطة نضيف الحليب بالتدريج نضيف الكأس الأولى ونضيف الحليب بالتدريج نضيف الكأس الأولى ونضيف الحليب بالتدريج ونضيف الحليب بالتدريج 14 جرام الخيم إضافة الحليب بالتدريج نضيف التقيق كامل على حسب النوعيات الى التقيق نضيف النصف نضيف النصف عندما أقول لكم سأضيف نصف كأس ثاني أضف كأس ثاني ضع الكأس ثاني ونحن نحن نخلط عجين يمتلك قد تخفيف نضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات الشوكولات يجب أن نعمر فيهم في هذه القوالب يوجد عدة أشكال يجب أن نضيف الموقع يجب أن نعمر المول حتى ننسى لهم كاملين إذا لم يعد نزيد المول كابكيك يجب أن نضيف المول حول شيء غير يجب أن نضيف المول وضيف المول يتحضل يجب أن يكون المول يجب أن نزعهم من الليمون نعمرهم بشوكولة نعمرهم بالنيتيلة نعمرهم بالنيتيلة نحاول تغيير فيه وحتى الكبار نعمرهم بالنيتيلة تزيين ديالها تكون جيدة نحن نضع الفخيز ونضعها على الأشكال الأخرى تحضير شكل جيد هذه الفخيزة تستعملها في الكريم وفي الكريم نحن نضع الميني كيك نحن نضع سلصة الشوكولة لكبكيك لكي يكون جيدة لكي يكون جيدة سلصة الشوكولة منظر جيدة لاحظوا معي كيف يدخل ترتبط يا هدو كل نتيلة سوف نضع فوق منهم مكسرت نحن نضع القليل منظر مغير ويجب ان يكون مغير ويجب ان يجب ان يكون مغير ويجب ان يكون مغير هذا هو الشكل من المسالي هذا هو الفيديو اليوم لا تنسوا لايك واشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة